بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم يا شباب أهلا بيكم يا بنات يعني بسجلكوا كلمة خاصة لكم جدا يا صناع الحياة عايزها هتنزل على عمر خياته اثنينت بس أنا عايزها توصل لكل واحد من صناع الحياة كلمة فيها حاجة كتير أول حاجة كل سؤالنا طيبين خلاص فضل على رمضان أيام قليلة واخدين كده نية واخدين همة واخدين عزيمة أنا يمكن من سنة 2002 واثنين من ساعتنا 6 مصر دي أكتر سنة نازل مشمر ونازل مشمر إن شاء الله عبادة ودعوة يا رب يفتح علينا بس فانتوا كمان بقى واخدين همة كده واخدين طاقة واخدين نية عالية إنو بقى وعايزين وعايزين ورمضان يكون من أحلى رمضانات اللي مرت علينا رمضان انتاج وأخلاق وعمل وعبادة وطاعة وأخوة وصناع ونسميه رمضان صناع يعني من كتر ما صناع حيشتغل ويتوده حنسميه رمضان صناع يا حبيت الأول أقول لكم كل سنة وانت طيبين ربنا يتقبل منا ومنكم أرجوكوا بلغوا سلامي لأهاليكم للوالد وللولدة ولإخواتكم صحيح بتكلم جد دي مش كلمة عامة ده أنا أنا متخيل إن أنا بكلم واحد واحد فيكم من أسوان ولقصر للعريش للبحيرة بقى والمنصورة والمنوفية يعني مش عايز بقى أمسك حتة حتة لكن كلكم فأرجوكوا واحد واحد يبلغ الولد والده يقول لهم عمري خالد بيسلم عليك وبيقول لكم كل سنة وانت طيبين وبيقول لكم ادعيله لأن أنا محتاج دعاهم علشان رمضان السنة دي أغلى رمضان محتاج جهد فدعولي ربنا يديني الطاقة والجهد ويفتح عليك عايز أقول لكم شوات أخبار لي بسرعة وبعدين أقول لكم أنا نفسي منكو في إيه أول حاجة أنا هكون موجود في مسجد الحصري زي زمان أنا والشيخ شعبان لو اللي فاكر فيكو نفسي تصلوا معايا اللي يقدر منكو حتى ييجي ولو ليلة أو في الأجازات أنا هكوني الثلاثين يوم بنصلي التراويح بجزء هنختم في الحصري في 6 أكتوبر وبينهم هيبقى لي الدرس بتاعي خاطرة إيمانية وندعي ويعني هيبقى إن شاء الله كده تراويح جميلة دي الحاجة الأولانية اللي حبيت أقولها لكم الحاجة التانية اللي أحب أقولها لكم وصلناها لحياة برنامج رمضان السنة دي مع التابعين حتى الكليب بتاعه والأغنية إيمانية قوي نزلت على عمري خالد بطنته وعلى عمري خالد تيجي على فيسبوك اسمعوها الكليب دوان أو الأسف البرنامج دوان مع التابعين غالي علي قوي لأن 30 شخصية شبهنا يعني هتشوف فيهم نفسك وعلى فكرة التابعين طلعين في زمن ثورات يعني يطلعوا في زمن ثورات 3-4 ثورات وبالتالي هتشوف نموذج تصرف إزاي في الثورات بإيمان ومع ذلك دول اللي أسسوا حضارة الإسلام حاجة سبحانه والله يا جماعة مش شطرتي أنا كنت بحضر فيها فطلعت مناسبة للزمن فأرجوكوا تفرجوا عليه والتابعوه هتعرفوا بقى فيه مفاجآت حيطارت فين وموعيد وكده كل حاجة هتلاقوها على عمري خالد بس يعني قلت لازم أقولكو من الأول على التابعين أنا صورت خلاص 20 حلقة وفضلي آخر 10 حلقات فادعو لي ربنا يفتح حلايا فيه ويبقى خير وبركة وبلغوا الناس كلها بي يعني أنتوا هتساعدوني في التسويق عندكم شغل يعني فده الموضوع التاني اللي حبيت أقوله لكم الحاجة التالتة اللي أحب أقوله لكم وصلناها للحياة أنا هيبقى لي على الصفحة بتاعتكو على الفيسبوك كلمة إسبوعية اتفق معايا الأستاذ محمد صلاح والدكتور هشام خشبة إن أنا هسجلكم كلمة إسبوعية غريباً هتكون إيمانية وفيها شحن الهمم كده وأحياناً هتكون فكرية يعني كلمة إسبوعية للتواصل لصفحتكم لصفحتنا إيه صفحتكو دي لصفحتنا فإن شاء الله تشوفوها فدي كده شوية أخبار حديت أقوله لكم وفرحان إن أنا بأقوله لكم برنامج بكرة أحلى ياريتنا تفرجوا على الحلقة بتاعة الخميس اللي فات لأنها حلقة إيمانية قوي وفيها رسالة ليكوا قوي فالله يخليكم اللي ما شافهاش مهمة جداً 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 لأنها كده موجهة لرمضان والله يخليكم يا شباب عشان خطرية بعد ما تشوفوها ادوها للناس تشوفها هي فيها حوار أنا والدكتور طرق سويدان وفيها كلام عن الأخلاق في رمضان وكلام عن الإنتاج في رمضان وكلام عن شنطة رمضان وعداد على عمر خلد دوت نت علشان كل واحد يعمل شنطة يدخل على العداد دول اللي حوالوكم أو تبعتوه لهم يشوفوها لأن بكرة أحلى من الآن إيماني يدفع الإيمان للبنى وليس سياسي وليس حواري لأن أنا حزبي ولا سياسي ولا حكون حزبي ولا سياسي لكن أنا رسالتي إصلاحية إيمانية فالله يخليكم بكرة أحلى حيخدم الرسالة دي قصتلكم حاجات كتير كده وكلام جوا كلام وحاجات حلوة قوي لكن فضل آخر حاجة فكرة صناع الحياة صناع الحياة فكرة رقية وغالية وصحيحة فكرة التنمية بالإيمان قلناها 2003 أو 2004 لكن النهاردة معتها أكتر البلد دي لا العالم العربي ده أنا مش بكلم صناع الحياة صحيح بكلم صناع الحياة مصر لكن بكلم صناع الحياة في كل مكان أيضا مش حيتبني إلا بالإيمان بس إيمان يبني مش إيمان يروح مخدر ولا إيمان يروح تطرف ولا إيمان يروح سياسي وفلسطوب إيمان للبنى إيمان للتنمية وده تميز تكرتنا بس أقول لكم حاجة بمنتغل وضوح الفكرة صحيحة 100% ومشروعاتنا رائعة المنتجات الصحية رائعة والصحة أحد أسباب النهضة حماة المستقبل فكرة إحنا الرواد فيها وإحنا الأسدزة فيها مشروع إنسان والتنمية وإن الناس تعتمد على نفسها وربطها بالتعليم محو الأمية وهو مشروع واعد وبقى إينا إحنا المسؤولين عنه أنا عايز أقول حاجة لازم ثقتكو في نفسكو تكون إن انتو جبار خلي بالكو الزمن اللي فات كنا متدارين فيه وخايفين الزمن ده انتهى اوعى تكون لسه عايش ما بعد الثورة بعقلية ما قبل الثورة الآن وشايف نفسي صغير انت من الصغير انت كبير بفكرتك انت كبير بالإيمان لأن بمنتهى الصراحة إذا كنا بنتحايل على كلمة الإيمان في الماضي الوظروف غصبا عننا والقيم الأصيلة اللي كانت بزع عليكو في رواد جمعية رواد الله ضفة مستخدمين يا حالة أعمل إيه كانت كانت زمن صعب حلقة بكرة أحلى اللي فاتت اللي أنا بقول لكوا تفرجوا عليها أنا بقول بقى مش مش ليكو بقول في التلفزيون المصري الإيمان هو الحل الوحيد عاصم فأرجوك يا شباب أنتوا صحاب الفكرة الفكرة صحيحة مشروعات رائعة عايز منكم تلحاجات أول حاجة ثقة في النفس انت كبير ولازم تشوف نفسك كده يعني إيه تطرخ باب المحافظ وتطرخ باب الوزير وإحنا إحنا اللي عملنا نشرح ومات المستقبل إحنا اللي عملنا ده ثقة في النفس ده أول حاجة مطلوبة تاني حاجة أنا بطلبها منكم وبشدة الإيمان الإيمان ورمضان جاي تالت حاجة بطلبها منكم وبشدة الفترة الجاية كله هيشتغل الأنشطة اللي انت كنت شغلينها زمن ده لأن كله عايز يقولك إلحق اعمل حاجة انتوا كنتوا السابقين فخليكوا السابقين السابقين ما ترجعوش خطوا الوراء واتناموا فغيركم ما احترامنا للجميع ياخد مكانكوا وانتوا تعبتوا في الشغل التنوي لما حد ما لما ما كانش في حد بيشتغل التنوي يعني حط حرام دنيا وحرام أخرى اشتغلوا شباب اشتغلوا في رمضان ما تهمدوش شغلوا أنا بقول لكم أنا خطتي في رمضان السنة دي أنا شخصيا من مسجد الحصري لدروس خاصة لاعتكاف لتهجد العشرة الأواخر لختمات قرآن للمسجد اللي جنبي يقدي فيه كلمة لأنا مش هسكت لمحاضرات في دول عربية أنا حشتغل مش هروح يعني عشان لازم أبقى في الحصري لكن هبقى بتواصل بالفضائيات مش هكتفي مع التابعين أنا رمضان ده لله حموت نفسي انت حتموت نفسك شغل لله عشان ربنا يقبلنا في الوقت الصعب اللي بلدنا بتمر فيه دي كانت كلمتي ديك وصلوا مع الحياشة دي حلكو الله يتقبل منكو كل سنة والتطيبين خدوا بقى نية كبيرة كده وانا هتواصل معكم اسبوعيا وكل اسبوع هيبقى لي كلمة معكم وشوفوا حلقة بكرة أحلى وقولوا للناس كلها على معد تابعين وربنا يفتح عليها وعليكم وشوفكم قريب أشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة